في سيئون دشن وكيل محافظة حضرموت للشعوني مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عامر العامري الامتحانات النهائية بالمعهد المهني الصناعي بسيئون واستمع وكيل المحافظة إلى شرح حول الإجراءات التي اتخذتها إدارة المعهد لضمان سير الامتحانات النظرية التي تقدم لها 338 طالبا في 6 تخصصات وأشاد الوكيل العامري بالأجواء المهيئة لسير العملية الامتحانية للطلاب والجهود التي يبذلها مكتب الوزارة وإدارة المعهد في سبيل تطوير الأداء التعليمي في مجال التعليم الفني والتدريب المهني وأكدا دعم السلطة المحلية لهذا القطاع لما يمثله من أهمية في خلق فرص عمل مباشرة للشباب اشتركوا في القناة